تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي خاص بمجزرة خانشيخون في ريف إدلب وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الهجوم الكيميائي في سوريا يظهر كيف تصرف الأسد بوحشية ومن دون خجل فيما وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون النظام السوري بأنه همجي ويستحيل استمراره كسلطة على الشعب السوري بعد انتهاء هذا الصدر